كيف ترى تدعيات أزمة حرب الإسرائيلية على غزة على الإقصاد العالمي أولاً أتشرف أن أكون مع حضرتك شكراً جداً لحضرك على صدافتك الكريم وخاصة مع أصدقاء وإخواتي الغاليين واسمح لي أن أولاً بنعي كل شهداءنا في أهلنا في فلسطين وإن شاء الله ربنا ينجو بيهم وينجو بالوطن العربي من الغمة التي حاكت بنا خلال يعني الوقت الراهن ده هذا الأمر في غاية الأهمية يا فندم الوقت صعب جداً لأسف حصيلة الشهداء حتى وقتنا الحالي تقريباً لغاية الصبحية 4750 شهيد فلسطيني أنا ما عرفش يعني إيه غزة أنا عرف فلسطين كلها وإن شاء الله يا رب تعاد منهم 40% تقريباً أطفال بالضبط وتقريباً ما بين 16 إلى 17 ألف مصاب ده المعلم من الوزارة الصحة الفلسطينية يعني بمنطقة البساطة فيه 300 شهيد كل يوم في 16 يوم دول نعم فيه تقريباً ألف واحد مصاب فيه تقريباً أكثر من مليون مهجر داخل قطاع غزة القطاع اللي هو تقريباً 360 كيلو يعني ما يجيش يعني ربع مدينة نصر ولا حاجة للأسف هذا الأمر في غاية الصعوبة ولكن صداء على المستوى العالمي أثر تأثير كبير جداً من يوم 7 أكتوبر لما احنا يعني صحينا على الأمر اللي هو قامت بيه العملية بتاعت حماس للأسف أثر على أسعار البترول في العالم كله ده أول لمحة كده سريع أسعار البترول ارتفعت أسعار الدهب ارتفعت اللي هو المحروقات كمان ارتفعت كلها وطبعاً حدث بقى حضرتك ولا حرج محاصيل زراعية كل البورصات في العالم تأثرت ده بيبقى ليه مرضو بعيد المدى كمان واحد تكلفة التأمين في العالم ترتفع كل المحاصيل الزراعية تحربتين إلا للعالم والخام البترول ومشابه لذلك هذا الأمر طبعاً في غاية الصعوبة خلاف كده كمان الأسرع من ذلك حركة السياحة بتقل على مستوى الوطن العربي طبعاً كل الناس بتخرج اتنين فقدان الثقة ويمكن كل زملائي يشهدوا إن إحنا عندنا الثقة في الاستثمار دي من أغلى من العوائد يعني أنت أنا أصق في حضرتك وحضرتك تصق فيي أهم من العائد اللي أنا هاخده منك أو أنت تاخده مني كدول النهاردة اللي إحنا بنبني بقى انعكسنا على الدولة المصرية اللي إحنا بنبنيه في لمحات سريعة للأسف يتوقف ليه؟ إحنا أقرب دولة مصر الدولة الكبيرة اللي بطرع القضايا الفلسطينية مصر اللي بتجزي بالعالم كله النهاردة يكون متواجد على الأرض المصرية لرعاية القضايا الفلسطينية فأي مستثمر خيري بينه النهاردة بيتخوف وإحنا النهاردة بنحاول نبحث عن ان احنا نعمل حاجة اسمها ترحات في البورسة اللي هو نجيب مستثمرين يعني نعم نعم نحن بنبحث النهاردة عن ان احنا نتواصل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتلاقي ان فيه يعني زي ما بسامه تضارب في التقييمات نعم النهاردة حديث الشارع ممكن حضرتك تعلم جيدا من 3-4 شهور خمس شهور كان ابتدى يهدى شوية ان حكاية التعويم ممكن نكون اللي هو تخفيض قيمة الجنية النهاردة الدولار ارتفع في السوق السوداء شوف حضرتك بقى في الكام يوم اللي فاتت ده ابتديني نرجع تاني ان الدولار في السوق السوداء بيرتفع ارتفاع كبير نعم فبيأثر على المواطنين بيأثر على حركة الاستثمار بيأثر على التشغيل مع الخارج كمان كل ده النهاردة الناس يمكن حضرتك بتتكلم على المقالات في الخارج في نص ساعة فاندم الرئيس الامريكي قدى 14.5 مليار دولار إسرائيل نعم فمش فرق معهم يعني وهيدي 60 مليون لأوكرانيا ولا 70 مليار قصدي ولا 60 مليار وشوية فالناس بتطبع في الوصف رغم ان عنده تضخم رهيب جدا وعنده عجز اه وده بقى اللي هنوصل لحضرتك في نقطة في غاية الامريك اللي هو عبر عن ايه ان احنا رجعنا تاني هيرفعوا اسعار الفايدة في امريكا يبقى هيرفع اسعار الفايدة في امريكا يبقى تضخم هيفضل مرتفع طبع هيفضل عندنا هيفضل هو يستقطب رؤوس الاموال خرجتنا عندي مش حارف اكتزاب خالص احنا هنفضل في الوضع الاقتصادي العالمي ده متأسرين تأسر كبير كنا عشمنين فيه كخبراء سنة 24 اللي هي الجاية ينتهي جزئيا جزئيا وضع ولكن للأسف هنمتد الأقصر من ذلك يبقى تصاعدين يمنع لدي رأيح وهベفع